اشتركوا في القناة القمر الآن موجود في منزلة الزبرى وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والإصلاح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 33 دقيقة من عصر اليوم الثلاثاء لينتقل القمر بعدها لمنزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات طبعا القمر بما أنه موجود في برج الأسد فهذا اليوم بيكون الناس من حولنا أكثر كرما مما اعتدنا من ناحيتين المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لا إلا بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا في عنا ثلاث زوايا بطيئة قائمة متصلة يعني الزاوية الأولى هي زاوية تزديس إيجابية بين الشمس وبين زحل وطبعا هاي تأثيراتها لغاية يوم 17-12 تتحسن أو بتحسن من قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسؤولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين نبتون وهي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 18-12 طبعا هاي زاوية بتجعل البعض يعيش في عالم من الأوهام من نسج خيالهم بعيد عن الواقع ما بين إحساس والشعور وحسيت وأضغاث يعني الإحساس الكاذب بمعنى آخر وأضغاث الأحلام أما دوليا فهيبدل على عدم استقرار على المستوى السياسي في حكومة ما ومشاكل إلها علاقة بالقطاع البحري وربما غرق بعض السفن أو البواخر أو بتزيد من نفوذ بعض الجماعات المتطرفة المعارضة لحكومة ما وممكن تتعرض بعض الدول لبعض الظواهر البحرية كالفيضانات أو الطوفان وربما يكون هناك تسرد للغاز أو حوادث تسمم جماعي وكذلك ارتفاع في مشتقات أو أسعار النفط أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس منفصل إيجابية بين المشتري وبين بلوتو وهي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 16-12 هذه الزاوية بتزيد من نمو الأموال والأملاك وبتزيد من كرمنا ولكنها ممكن تسبب لنا الإحساس بالكآبة أو الميل للإعجاب بالذات بالنسبة للزاوية اليوم ما رح تكون أو رح تتشكل وذروتها هي زاوية كلها مع القمر أول زاوية هي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين المريخ وهي رح تكون في تمام الساعة وحدة وأربع دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة ولغاية ساعات العصر تقريبا فبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربية سلبية بين القمر وبين أورانوس وهي ذروتها الساعة ثلاثة وستة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني برضو تأثيراتها من الآن بتبلش تأثيراتها وبتستمر لغاية ساعات العصر بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين زحل وهاي راح تكون ذروتها ساعة ثنتين وثمان دقائق عصرا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعات الصباح ولغاية ساعات منتصف الليل من واجه مصاعب عراقيلة بتطلب منها أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض فبيفتقر بعض الشجاعة اللازمة لمواجهة مشاغلهم أو مشاكلهم فبيلجعوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية ما قبل خلو المسار وآخر زاوية هي زاوية تثليت إيجابية بين القمر وبين الشمس وهاي راح تكون ذروتها ساعة ثلاثة وواحد وخمسين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعات الصباح ولغاية ساعات منتصف الليل منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومن التنقى المساندي والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني راح يبدأ خلو المسار الساعة ثلاثة وواحد وخمسين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لليوم التالي اللي هو صباح الأربعاء الساعة ثمانية وخمس واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعديها لبرج العدراء هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا برضو اليوم الأكثر حساسية واللي لازم نوفرلها العناية الإضافية القلب والشريان الأورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظاهر والجانبان طبعا هذه الأعضاء هي الأكثر حساسية طبعا أنا بالنسبة لألي ما بوصل العمليات الكبرى لهاي الأعضاء ولكن العمليات الصغرى ما فيه أي مشاكل وأيضا جيدة لعمل الفحصات والمراجعات الطبية أما باقي أعضاء الجسم فما فيه أي مشكلة لأي عملية جراحية هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر زي ما حكينا هو رح يكون في فترة خلو مسار في فترة الغد نحكي عن الخلو المسار القادم اللي بده إياه طبعا جدول موجود في صندوق الوصف لطيلة الشهر أما بالنسبة لعمر القمر عمر المقمر المحدد عمره عشرين يوم في تمام الساعة ستة واثنين واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بصير عمره واحد وعشرين يوم نسبة الإضاءة بتصير خمسة وسبعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القاوس حتى يوم واحد وعشرين اتناش سعيد الآن هو بنسبة عشر في المية ولكن في ساعة الظهر بصير منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية القمر في الأسد حتى يوم أربعة عشر اتناش منتحس الآن بنسبة خمسة وعشرين في المية ولكن في ساعات الظهر بصير منتحس بنسبة أربعين في المية لغاية ساعات المساء لا تنزل نسبة النحوس إلى عشر في المية عطارد في الجدي حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 85% الزهرة في الجدي حتى يوم 3-1 منتحس بنسبة 10% المريخ في الجوزاب يتراجع حتى يوم 12-1 سعيد بنسبة 15% المشتري في الحوت حتى يوم 20-12 منتحس بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% وأورا نصف الثورة بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت حتى يوم 30-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وقضاء وقت ممتع معهم هذا اليوم أيضاً وتعتبر فترة مثمرة إيجابية وبتنجحوا في حمل الترويج عشان هيك حاولوا تكونوا جريئين اليوم اليوم بتتصارع الأحداث بشكل مميز واستثنائي وممكن تطلقوا جواب أو عرض ولكن بعضكم ممكن يقلق على أحد الأحبة أو يصير فيه خلاف بسيط في وجهات النظر برج الثور ابتحتل الأمور البيتية والعائلية القصط الأكبر من تفكيركم اليوم وبتجدوا تعاون من أفراد العائدة ولكن ممكن تلمس بعض التوتر على الصعيد الشخصي أو العائلي أو ممكن بعض الأعطال المنزلية أهم شيئا أنك تتخلى عن مواقفك المتحفظة وتجنب العمليات الجراحية خلال هذا اليوم وخصوصا للأعضاء اللي ذكرناها وخذ فترة متقطعة من الراحة واستشير طبيبك إن شعرت بشيء غير طبيعي برج الجوزة ابتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات اليوم ومنكم أشخاص اليوم ممكن يخرجوا في نزه قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتطلعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهم شيئا أنك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليون والدبلوماسية في التفاوض وبتكثر الزيارات والتنقلات ولكن انتبه أثناء تنقلاتك وأثناء حركتك من المخالفات والإصابات برج السرطان ثم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجيات ثمينة ممكن تعلجوا استعقاق مالي أهم شيئا أنكم ما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل دققوا بالتفاصيل بتطمعن خواطركم نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ اليوم أهم شيئا أنك تتفائل وتنطلق لحظ المكاسب برج الأسد بتبدو اليوم فترة أفضل من الأيام الماضية بتعيد لكم نشاطكم أكثر فأكثر بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة الداعم من مركزكم الاجتماعي اليوم تقدر توضح وجهة نظرك وتهتم بمظهرك وبتشعر بالحماس الفائضة وبتنشغل بوضع حجر أساس لمشروع جديد ممكن اليوم يعني تشعر أنه عندك أفكار باهرة وحلول مذهلة لكثير من الأمور ورح تبدأوا صفحة جديدة في حياتكم برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير حذروا من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب أعمالك أو تتأخر أعمالك فعشان هيك ابتعد عن الضجيج والصخب وما تحسم أي قرار ولا تكون لجوج لأنه ممكن يخذ لك الحظ برج الميزان بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يطلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة بتكون تنقلاتك مهمة وبتتمتع بسرعة خاطر أهم شيء أنك تحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية اليوم ممكن تعرف لقاء داعم لإلك أهم شيء أنك ما تماطل بل تشجع على العمل الجماعي لأنه العمل الجماعي في مكاسب كثيرة برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شيء أنك تهدئ من روعك وما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها طبعا ما في داعي للإنفعل برج القوس بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة اليوم أكثر من يوم أمس وممكن بعضكم اليوم يشارك في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن تسافر في رحلة أو تفرح لإنفراج أو تسوي مهمة ابتهتم بهواية جديدة حيويتك عالية متحمس لمتابعة المساعي وكذلك عندك القدرة على التواصل مع المحيط بشكل جيد برج الجديد بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة ومن جهة أخرى ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى أيضا يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ممكن تناقشوا موضوع بيتعلق بتمويل أو قرض أو ممكن تحصلوا على التسوية اللي بتحلموا فيها أو بتتناسب معكم ممكن تناقش مواضيع مهمة وتجتاز امتحان صعب عشان هيك اليوم بدك تعالج الأمور المالية بشكل جيد والأمور العائلية برج الدلو ابترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني عشان هيك بتكت حذروا من الخلافات وحاولوا انكم الضخم الأمور شوي بتحسوا حال كل يوم مرهفين الإحساس ومتوترين بسبب قلق ما فحذروا من إثارة العدائية والبلبلة لأنه مزاجكم متقلب وعندكم عصبية وهذا الشيء ممكن يثير النفور مع الأشخاص اللي بتتعاملوا معهم برج الحود بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا فعشان هيك حاولوا انكم تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذاءكم راحتكم لا تهملوا الواجبات مهما كثرت أو صعبت راعوا ظروفكم الصحية وحاولوا انكم تكونوا دقيقين ومنظمين ومراعين لظروفكم ومعنوياتكم القمر موجود في بيت العمل والصحة فعشان هيك تجدوا الأمور بدأت تتراكم حاولوا انكم تنظموا أوقاتكم بشكل جيد هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء